أنا يعد من التحديات الأساسية لعلم الكونيات بنحو الإجمال أنا أبين ما هو المراد من الثقوب السوداء أعزائي الموسوعة العربية العالمية في المجلد الثامن أعزائي في مادة الثقب الأسود صفحة 45 يقول اسم يطلق عادة في الفيزياء الفلكية على نجم قد اندثر وأصبح غير مرئي التفج جيدا وللثقب الأسود أو الثقب الأسود جاذبية قوية بدرجة تمنع انفلات أي شيء يمر قريبا من سطحه شنو المشكلة اللي ولدته وهو أنه هو يسمى أسود لأنه أي نور يبعثون إليه حتى يعرفون ماذا يوجد في هذه المادة الآن يمتصه مئة في المئة يعني لا يرجع الآن أنت الأجسام عندما يتصطدم بالنور فالمقدار منه يجتذب ومقدار منه ماذا ينعكس وبالإنعكاس تحصل ماذا تحصل الرؤية فإذا لم ينعكس منه أي شيء بعد تحصل الرؤية أو لا ومن هنا بعد يستطيعون أن يعرفوه هذا النجم هنا أو هذا الثقب الأسود ما هي حقيقته ما الذي يحكمه ما القوانين أبدا لا يمكن ولهذا يقول ولا يمكن رؤية الثقوب السوداء لأنها تجذب الضوء وللثقوب السوداء جاذبية قوية لأنها تحتوي على كمية ضخمة من المادة التي لو حصرت في مساحة بالغة الصغر فإذا كان من الممكن أن تضغط الكرة الأرضية لتصبح ثقبا أسود فستكون بحجم بلية صغيرة ويعتقد معظم علماء الفلكي أن مجرة الدرب التبانة تحتوي على ملايين الثقوب السوداء هذه فقط مجرتنا هذه مئات المليارات من المجرات ملانة ماذا تحتوي الله العالم ملانة لتفتولي جيدا طبعا هذه واقعا تعرف قوانينها أو لا تعرف المهم من أهم تخصصات ستيفن هوكينغ في أي شيء مولانا في الثقوب السوداء هسا إن شاء الله إذا إحنا جئنا إلى أبحاث الفلكيات لعلنا فدمقدار نقف عند هذه المسألة وماذا تؤثر على قوانين الفيزياء أو على قوانين الفلك بنحو عام علي الأخوة